النهاردة هتكلم عن تجربة كريم الحماية من الشمس من شركة انفينيتي ده المخصوص للبشرة الضهنية والمختلطة وهو في حماية من أشعة اليو في اي واليو في بي وكمان ضد الميا المكونات فيها فلاتر كيميائية للحماية من الأشعة الشمس والترتيب هو في حمض الهايلورونيك في العلامات دي بتكون موجودة على الكريم هو بيكونوا موضحين فيها المواد اللي هو خالي منها فهو هنا هو خالي من البرابن والعطور والزيت المعدني المتابعة للقناة ممكن يبقى فاكر ان قبله انا كنت جربت لوشن الحماية من الشمس من لاروش بوزاي طبعا في فرق في المستوى لاروش بوزاي كانت حمايته عالية وما كنتش بسمر أبدا أبدا حتى انا ما بستخدمه مرة واحدة بس الصبح بدري وبفضل برة طول اليوم وكنت بحس تأثيره ثابت لما جربت ده انطباعي انه كان لازم يتجدد كل ساعتين مثلا علشان يدي فعالية كويسة هو أحسن ما فيش أكيد وبيدي قدر من الحماية بس مش عالي قوي ومش بيحمي من الاسمرار يعني زي ما كنت مجرابة على روش بوزاي هو قوام خفيف ويمتص على طول صورته هنا في الضل وفي الشمس علشان يبين لمايته بسيطة على الوش عن نفسي مش بلاحظها بالنسبالي أنا استخدمته لإني كنت عايزة أجرب حاجة سعرها يكون مش عالي وكمان الوقت اللي بعدها كان السون كريم المستوردة كلها بقت خلصانة وما كنتش عارفة لقيهم ما عنديش مشكلة أقرره بس في نفس الحالة والظروف دي هو ستين ميلي وسعره الأساسي متين جنيه إنما الشركة على طول بتعمل عروض في الصيدليات وأونلاين هتلاقوا أوقات حتى سعره بيوصل لنص الثمن ونجد شاشتراك في القناة اشتركوا من تقريمات الجاية لمنتجات العنايب البشرة والشعر